اشتركوا في القناة كمية المرات اللي موت فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية موتات يا جماعة صاحب المدبك اتوقع بشكل كبير انه هو ايش سوى صعب المدبك لانه حتى الكلاب اول كنا نستناهم يجوا لما ادي هل السبب المنطقة اللي انا فيها وليش الوضع ببط شوف خلوني امريكم شوف هذا كمية التورد اللي اعمال جيني اول كنا نشحة التورد ندور على الكلاب عشان نقتلهم عشان نجيب منهم ذا الشي وفي وحش اظنه السبب انه هو عمال قطعنا اتجار كثير عمال يجيني مشكلته انه هو قوي يعني ما هو بسيط هذا مصيبة فما ادري ايش السبب والصراح لكن عوافية الحلقة قاعدة راح نكمل في الموضوع شوية فراح نكمل بس المشكلة حاليا المساحة عندي بدأت تضيق لازم نحنا نسوي للشست لازم نسوي له اللي هو mieli system call cook بلنا سويت اغلب الاشيان احليا نقرروني بس culme احليا هي في الكوستات سويت الكوستات جدا كثير بس ما اخدت اي جوااز منها ومنها اللي هو البت وук break لأقي بصلك انجيب من طبعا راح ثم دين Tackle 규 اخذ الـ FloatCell لأنه اظن عندي انجينير هامر افتكر ايوه فما راح يحتاج انجينير هامر فراح اصوي كلايم طبعا الـ Coq لازم يكون شغار باش يساعد انا ايش فكرتي حاليا اصبحت صوت كريبا فكرة الحالية ان انا ايش يسوي احوط المنطقة من تحت شوية وارفع السورة على فوق حيث انه المحوش لا يستطيع ان اصغروا لي لكن برده لازم احوطها من تحت لكن من تحت بعد فترة مو حاليا طبعا زي ما انت شايفين سويت اكثر موكست بسانا حاليا خايف من الكريبر سويت الـ Reinforced Stone طبعا هذه راح تفيدنا بس ما راح اخذها حاليا ساند راح يطينا توريت برده ما راح احتاجها حاليا نخليها على جنب هذه راح يطينا شستات هذه راح تفيدنا وارح اخذها وارح اخليها موقعا هنا لما اضبط الترتيب حق الشستات وكذا برضو سوينا اللي هو هذا حق الكبر السور راح يعطينا rare loot back هذه جدا كويسة راح تفيدنا الفرن برضو راح يفيدنا كثير برضو هنا هذي ما راح تفيدنا وارح اخذها واربل ابنتوري على الفاضي عندي هنا كمان برضو راح يطينا الصور الصورت جدا كويسة اصلا الصورت حق يكسر اه تمام حلو خليها كده اللي بعده اللي هو هنا هذا راح يطينا البانك وارحة جدا كويسة راح يأكلني بشكل بشكل تلقائي السيدز هذي خليها على جنب لما نزرعها بعدين اه طبعا هنا زرعت بطاطس بس انه ما زل ما شايفين حتى حوطه منطق انه كانوا يجين يوحوا جدا كثير بطاطس لسا ما خلصت فما راح ينترع اه شويت هذا الوضع هذا الوضع اللي حاليا أنا فيه ما غير تتكسر الاشياء ونحرق الخشب ونحرق عليها البيت اتفجر عليها البيت حتى هناك فشي وضع جدا صعب مع الكريب بردولي شي جدا صعب فالحل الوحيد انه انا احوط المنطق يعني وبرضه ضمن الاشياء راح اضطر من انا اغير 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 اللي هي اللهم صلى الله عليه محمد اللمبات لازم انوور حوليها بس ما اقدر احط شو معاديا لان ازوم بس كسروها فمن ضمن الكوستات في اشياء كويسة راح تريحنا من هذا الشي فخلي هذا اللي باقي هنا هنا هذي برضو سويتها هذي ما راح تاجها كثير هذي باقي ما سويتها يعني هذي أغلب الأشياء اللي أنا سويتها فيه أشياء سويتها بشكل عشوائي ما كنت ناوية أسويها لكنها تسوي نعتذر الحمد لله اللهم صلى على محمد يوه حاليا لازم أني نحط الكوكوبين بس ما أنا عارف الصراحة وحطته بره راح تورط برضو من الأشياء اللي راح أضطر أني أنا أسويها اللي هي هنا في آرس ماجيكا راح أسوي هذه عشان يعطيني الكتاب والكتاب راح يعطيني اللي هو هذا اللي ينور ينور والزومز ما يكسرون اللي هو من هذه طبعا هذي اثنين عرفتش فاعدتها هذي تعطي زي الضربة تنقص 14 قرب تقريبا وهذه راح تسوي لك ريجي نراشل لمدة نص ثانية هذي جدا كويس لكنها بطيئة 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 بشكل ما يتصور إذا سويتها مرة واحدة تقعد فتر طويلة لما ترجع فأخليها حاليا على الجب طيب زي ما قلت بحط الكل كوك أوفن بس إني بحتار والله فنحط احتمالنا نحط موققة تحت مثلا هنا موققة زي ما قلت فخليني أكسر كذا حين بحطه هنا في صوت كلب سراحة يفجع هاذو الطريقة سوف احتاج الهامر هذا الهامر طبعا وظيفة انه سيجيب لي زيت وزي كده سوف اضعه هنا حاليا سوف اجعله يعمل طبعا جدا مطيئ جدا جدا مطيئ زي ما تشايفين بالقطار يعمل سوف اجعله حاليا على جنب زي ما قلت سوف احتاج اني انا اسويه الهاتم فريم والهاتم فريم يحتاج لذر و احتاج حصان او بقرة احتاج لذر مشكلة انه انا اعجحنا حتى الوالدوغ ما اجعني منه اي لذر اهو الفر اه هاو ما سويناها اساسا اه هاو اهو كويس 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 ثمانية دقائق و ثلاثين ثانية خليني اطبخ اللحم طبعا عني لحم خرفان طبعا في كم وحش يعني طبعا في واحد اظن من كثر ما كثر الاشجار كان يجيني كثير في واحد ثاني ما ادل لاني حفرت كثير او نزلت مناجم كثير جاني راح احط لكم صورته وحاربت كلب تقريبا 300 حقه وشي زي كده بس ما جاني منه شي كثير يعني من المرة اللي راح تعم حاربنا ذاك الكلب جان فأس مرة قوي بس ما علينا حاليا ايوا انقلب علي اخر فان تقريبا فق عشرة اخر فان انقلب علي اي سيد برد راح تفيدنا التقريب اذا العمل الانوجيه نحن ي PEG دريل كور حليا ما رح تفيدنا فخليه على الجم فخلي هذي هنا نشوف اللي بعده فاير سيد رح تفيدنا هذي ما رح تفيدنا هذي ما ادري ولا هذي ما ادري فخليه على الجم خليه على الجم انكمون يا عميش الكلب هذي انا خايف ان يكون فيه كريبر خلينا امسح بنقاط هذي يا عميش الكلب خلق ه Underground كمل هي فورك دو س replacing س Villa وحش غير ومعافي حلو صراحة مرخ دعجني غليك نشوف هذا الباك بلاك ستون ما غضون رح تفيدنا بلاك ستون هذا الرير اللي احتمال لكم فيه اشياء كويسة هذا رح يفيدنا كثير بس مو حاليا هذا برض رح يفيدنا بس مو حاليا وودسيد مو رح تفيدنا كلها اشياء كويسة بس مو رح تفيدنا حاليا هذا خلي لازم يقعد فترة عمني دقائك تقريبا زي ما قلت رح تاج بوك واتم فريم طبعا ما رح سويا حاليا قدامكم لكن انا رح اضطر انه انا اوقف التسجيل وارجع لمن يخلص هذا الشي صراحة انا ماني عارف اش الحل مع الكريبة رابه الفجر وانه جوه وم داني عني يعني مو شايفني بس انه حاسس انه انا موجود بس بداية جدا سيئة مشكلة ببيت اللي سويته غش هذه مصيبة دلاختي كان يلا افو مشكلة انا بس استنى ذاكرة حق المبات لانه هو المشكلة انه ما يرص من لي لانه منطقة اللي انا فيها كلها فيها ضل و لازم انوراها غصبا عني ان انا نورا الحل حاليا انه انا سوي اللي هو الكتاب هذا طبعا حاليا نجان للجلد فخلينا بس سوي الكتاب ونجد المنطقة اللي تحويل الكتاب ونرجع من جديد هذا المنطقة طبعا الطريقة كيف الطريقة انو نشوف الكورنر زي هذا مثلا نحط الكتاب هنا مثلا اظن هنا ايوه ويجينا الكتاب هذا ثاني ايوه هذا اوه حاليا ناخذه نرجع لفقع البيت وننام قبل ما يجونا سخين طبعا ما زي ما تشعفين طبعا هذي حركا جديدة ہولا ما كانت تصير الهي حق ورقد الهي حق ورقد ايوه اوكي 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 اصحا عم اصحا اوكي ارس ماجيكة هذا حلق ايضوها مال سمعت حاجة و هذا الرح طينا اللي هو الماجيك لايت هذا اللي نبقى هذا ميزة اينه زون بزي ما يكسروا و ميزة ابضو ايضا انه نحن اضطروا انه احنا او عيب بلا صح ان اضطر ان احنا نستخدم كل فترة يعني لو احط حاليا هنا مثلا ما عندك مشكلة احط برضو هنا شوية احط كمان هنا شوية احط خلين اضغط F7 ظاهر ايوها F7 احط مثلا هنا اها اها اسمعت صوت كريبر اسمعت صوت كريبر اسمعت صوت كريبر اه زي ما تشعفين كريبرات مرة كثير فبعد كم رمية راح اضطر ان انا استنى شوية لما تتولد شوية زي ما تشعفين حاليا ما اقدر اضغط اي شي اسمعت صوت كريبر مشكلة انه لو ضربت اي ضربة ايوه يا السلام راح اضطر ان استنى اللي ما يشحن فاشح اسمعت من حاليا راح انور المنطقة بالكامل او على قد ما اقدر بلا صح وبعدها راح احوط او راح اسمع البيت من جديد يعني ما راح اضغط خشب كده لا لكن راح اضغط يعني على قد ما اقدر وراح ارجع لكم من جديد طيب انا حاليا انه ورت اغلب المنطقة لان اخاف ان اخرج لان اقبش فيها راقت عشان الليل اه كوي سل الجامرة ثانية اه منسترز باي مشكلة في كريبر طبعا مت اذا ما لا نهاية طبعا طبعا الوحوش جدا 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 احوط انه بكثرة بكثرة بشكل مطبيع يعني ما هو ما هو زي الاساسية راح انا اتوقع انه انه المنطقة مختلفة لكن هاذا شي كويس اساس انه احنا نقاتل ما نقعد في مكان واحد طبعا زي ما اقولت انا حاليا انه نورت اغلب المنطقة حاليا انا ضغط في7 لكن ليس باين ال اكسات لأنه منور كثير من المنطقة شايف كمية الوحوش اللي هنا مطبيعي فمنورة المنطقة كما تشاهدين هناك ما نورت الان لكن المنطقة هذه اغلبها نورتها حتى كما تشاهدين وصلت المانا اللي عندي 700 طبعاً زي ما قلت كل ما تستخدمها اكثر كل ما زيد المانا اللي عندي كل ما يزيد الرجنيريشن حقها كل ما تبدأ ترجع اسرع فاسرع فحاول انها مهما كانت في جيبك ومهما ما كنت تحتاجها حاولت استخدمها سواء هذي لانه هي كلها سواء كل الثلاث هذي سواء اللي هي الفاير فلاش والرجنيريشن والماجيك لايت فستخدمها حتى لو ما كنت تحتاجها يعني زي حاليا انا مان بحتاجة ريجنيريشن لك راح استخدمه عشان ايش؟ عشان يزيد المانا مع الوقت طبعاً ما بقى سوي حركة السلسة السلسة راح تشمل غواطة اللي سويتها انو زي كذا كان يتعبل كان يتعبل الفرن واخليه واخط في زيت انو زيت راح نحتاجه هنا بكثرة بكثرة بشكل طبيعي فبعنا حلقات راح اضبط الوضع اضبط السلسة بهذا كله بحيث ان يصيروا اوتوماتيكي طبعاً هذي سويتها ونقفت التسجيل خلصتها وعبيت لافة من تحت طبعاً طلع هنا في كهف هذا يخرج على برة وهذا تحت في كهف كهف جداً عميق ما تجول شي كثير بس جبت لافة ورجعت لاني ما احرق على نفسي الأن هو اثناء التسجيل بالنسبة لتحت كيفين اه سوف أحتاج أميني سوي ل padaisme لان아니 بكمل الكوستات هذي انو ستعطين الى اشياء جداً كويسة اه و كي طبعاً راح احتاجae he souvent بعد بس طيقة تن.. أنا لدي تن.. لدي تن.. كويس كما قلت.. ما أبغى.. ما أبغى أتعدل كوستات.. أو لا 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 لا.. علي.. كويس إنو هذه ما تنكسر.. علومة جديدة.. ما أبغى أتعدل كوستات لأنه إذا عدت الكوستات ستتورط بعدها في أشياء كثيرة جينة كوستات ستتوفر لي كثير هذا ما أدري إنخلط ألا ما ينخلط تن.. سميلتينغ الظاهر ما ينخلط مع شي كاستنغ اللوينغ إنخلط مع الكابر ومع الكابر بس يعني مع الحديد ما ينخلط وخلوني بس أخلص الهابر وعادي ورجع السلن مكان ورشا ما جديد أوكي هذا الهابر وهذا هو الـ Fill Input طبعا هذا راح يفيدنا كثير تحطر هنا مثلا حسنا من هنا يجب أن يأتي وضعها سأعطينا كويست أو سأعطينا ريوورد سأعطينا هذا وطمعا عندي أنا 16 سأعطينا كويست وهو الماضي كلها سأقوم بها لن نسيت أنها لا تقوم بها لن يتكفي هذه لا تقوم بها احتاج زيادة ستة والله توقع حتى ستة لا تكفي بالراحة هذي خليها هنا احتياطا طبعاً قفلت من هنا ومن هنا طبعاً كالعادة يعني بداية الحلقات ما رح يكون فيه قتال كثير واني أبجاهز نفسي أبغى أسوي لي برضو انشانتك تابل بحيث ان اطور الاشياء لانه السللة اللي راحت ما كنتم متوقع انه فيه اشياء كثيرة ممكن تطور لكن طلعت فيه تطويرات جداً كويسة منها السول باوند اللي هو اذا مت يرجع لك الشيف معاك في جيبك ما راح يضيع عليك فهذا التطوير جداً كويس جداً 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 رهيب فعشان كذا راح أبدأ أطورها حتى لو بشكل عشوائي فيه اشياء ما عندي مشكلة أطورها حتى تضيع الفاضي يعني ما راح تفرق معي كثير زي المادة هذي فرحت هذي هذي كويسة معقول يعني أعلى شوية من الحديد وأقل من الديموند فوضعها جداً كويس يعني مفروض ان ما أتردد في استخدامها بس خلينا شوف هنا حديد عندي حديد يرمي على الأرض وأخذه تمام مفروض ان الكوست كده أيوها تخلص طبعاً أنا ليش أبغى أسوي الكوست هذا بالحاح لأنه لو سويت كده راح يعطيني هارد كونتينر كونتينر مو كونتينر لو أضغط و راح طيني قلب زيادة فشي جميل جداً يعني ماجيك لايت هذي سويناها راح يعطينا كويس راح اضينا هذي الشي هذي الشي خليه مع المارد تحت اه تفشل لوتباك اه خليها رجم راح تفيدنا حالياً هذي كلها حقة عرص ماجيكة ما راح نقدر نبدأ فيها حالياً الله في كلبي الله ها مشكلة تعال تعالي حبي تعال ها في ليل ها نور جود اه طبعاً الكري برزو مونستر نير بايا شكله على الكلب تعال تعال او الله اش ده الله دولي اش دولي الله حياتهم سبعة وخمسين وبغض او الله ام اش دل اشتركوا في القناة 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 باية اشتركوا في القناة كريب الانفجر بدون ما يشوف اني هذي مشكلة المدباك اني مو بس خلاص احط كبل ستوني يلا مشي حالك وما حتحجيك لا حجوك حجوك هذا اول كالبناء ببعن السيف ميزة انه يتطور عشان كذا عمل يصير اقو كل مول يصير اقو يلا ها فيه مشكلة انا قاعد تحت باب هنا تحت قاعد ازبط باش هنزبط الدروح حقتي خليني ياجي هنا لا مو كده هجمع البطاطس لانه بعد فترة هنحشر فلاك بشهد اوكي برضو جمعهم ما عندي مساحة اخر كما قلت قاعد أجمع عشان سوي الدروع أحتاج من هذا الأخضر أحتاج برد بلوك كاحدة طبعاً هسوي بين الحلقات التولز أو أجهزها بلا صح في الحلقة الثانية أسويها لأنني ما بقى تولز زي الحلقات اللي راح تبقى تولز كويز بحيث أنه يتقعد معي فترة طويلة يعني وقدر أني أنا أطورها كما ترى كيف صار سريع لأننا سأضطر فول انبوتين فول انبوتين أوكي حط كذا نقليل ما ينشف ونقدر نغير الدلع طبعاً نقدر علي معنا هذا جداً سيئ كل الفائدة سوى أنه فيه لفاير برستيكشن والباقي جداً سيئ طبعاً هؤلاء ناوي يطوره بس مشكلة ما قدر أسوي حالياً ما عندي مزرعة شوغر كين كويز كلها سيئة الصراح ما عندي صح الأحبتين هناك فتظاهر فيه شيء كثير سيئة من الحرقات أول شيء سأخليها اوتوماتيكية وبرضو هذي سأخليها اوتوماتيكية سأكبرها شوية ورح أضبط مزرعة الشوغر كين ورح أضبط شيء كثير بحيث أنه نحن خاص يعني خلال الحرقتين وممكن حتى ممكن الحرقة الجاية الخاص نبدأ في الزكاة نروح مناجم وشغل تمام فهذا اللي هو السرول وهذا الهلمت والبوت وشششم طيب بدل هذه وبدل هذه ببدل هذه وبدل هاي وبدل هذه مؤقتاً طبعاً لما يجيب الديموند والديموند بعدها راح أبدأ بحط دايموند حيث انه يرى من تطور راح تزيد قوتها وتبدأ تجيها خصائص هذا ميزة المذباك هذا وكل شيء يمكن يطور كل التوز، جس بلايتس، سورد، فائس، اي ان كان يطور تقائع وهذه ميزة وانا ايش راح أساوي حالياً بلحقتين كما قلت لكم هتطور الاشياء اللي تحت راح أخليها تموتكية هتطبط مزرعة الشقر كين نروح حاول انه نجمع بسيديا من تحت أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ادي الحلقة ما طولت كثير لكن ان كان عجبتكم حلقة وتغسسها لا تستمر لا تصدر زر اللايك وإذا ما كنتم مشترك في القناة ستشترك في القناة ونشوفكم الحلقة الجاية السلام